اهلا وسهلا بكم النهاردة وصفة حلوة جدا تنفع لسي صفرة رمضان لو عندك ولاد صغيرين او كبار هيهجبوهم جدا لانها من الجبنة المزارلة لو عندك كوباية من الجبنة او 250 جرام جبنة مزارلة تعالي نشوف الوصفة مع بعض طلعت هيلة وطعمها طحفة جدا هتشرفك في العزمات هتبقى طبع حلو هتقدميه في الصفرة بتاعة رمضان نبدأ على بركة الله ونقول 150 جرام من الجبنة المزارلة وكمان بيضة وملح وفلفل هنخلطهم ونقلبهم كويس اول اول مع بعض الوصفة دي حلوة جدا عجبت الولاد بجد طعمها حلوة اوي هنا هضيف معلقتين هرميين من النشا علشان اقدر اربط العجينة بتاعتي او الجبنة هعجنها كويس باداية او بالشوكة المهم تبقى زي البوري كده زي البطاطس البوري بالزبط يعني هتبقى شبيهة ليها بس تقيلة شوية هنعمل كور صغيرة وباحجام الدباع والكمية دي كانت طلعت طبق كويس طبق كبير هنحطها دلوقتي في سنية فيها ورقة زبدة وهنحطها في الفريزر لمدة 30 دقيقة هنا هنقليها هنطلعها من الفريزر وهنقليها ما تقلقيش مش هتفك مني خالص خلت بالزبط دقيقتين وطي النار يعني تخليها شوية قوي خليها وساطية وهتطلع معيك أحلى جبن مقلية أشوفك على خير في فيديو جديد سلام عليكم